مرحبا بكم مشاهدينا تحتاج المؤسسة العصرية إلى تنظيم يحتضنها من خلال توفير ذلك الإطار القانوني والاقتصادي أيضا المارد من خلال برنامج تسنه الحكومة من أجل توفير تكوين أو خدمات ترافق المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة ترافقها من أجل البقاء ومن أجل أيضا تحقيق القيمة المضافة المؤسسات الصغيرة والحاضنات أيضا والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في ثوبها الجديد ستكون أهم المحاور التي سنناقشها اليوم مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات ناسيم ضيافات مرحبا بكم سيدي شكرا لتربيتي دعوة سيد الوزير سيد الوزير نحن في الصحفة نحب دائما الأخبار الآنية مؤخرا تم إسناد الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب إلى الوزار ووزارة المؤسسات الصغيرة والنشئة واقتصاد المعرفة هذا التحول التقني من وزارة إلى وزارة أخرى سيد الوزير ما هو هدفها سيد ناسيم ضيافات بعد بسم الله الرحمن الرحيم بالدرجة الأولى يعني إذا حبيتني نجاوبك على هذا السؤال ممكن في جملة هو تحصيل حاصل لأنه في القديم اليوم عنا مؤسسات تعنى بالمؤسسات المصغرة قلت المؤسسة الصغيرة في اختلاف ما بين المؤسسة المصغرة والمؤسسة الصغيرة الوكالة الوطنية يدعمها تشغيل الشباب هي أداة من الأدوات التي تستعملها الدولة من أجل خلق المؤسسات المصغرة حتى تكون عندك فكرة على الوكالة الوطنية يدعمها تشغيل الشباب الوكالة الوطنية يدعمها تشغيل الشباب في خلق المؤسسات بالدرجة الأولى كانت تعنى بالشاب البطال وكانت مقاربتها في البداية كانت عندها مقاربة بالدرجة الأولى مقاربة اقتصادية إلا أنها تغيرت هذه المقاربة ما بين كل من سنوات 2004-2008-2011 لولت بالدرجة الأولى ذات مقاربة اجتماعية وهذا هو الشيء الذي خلال عدد المؤسسات المصغراء اليوم الذي يراه يفوق 880 ألف مؤسسات بها بما يقول الشباب بها بمشاكلها واليوم بعد إسناد هذا الوكال الوطني يدعم وتشغيل الشباب إلى وزارتنا إن شاء الله وهو المكان الصحيح حتى السيد الرئيس الجمهورية لما خلق هذه الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة كانت تعبر عن نظرة ثاقبة لأن دول كبرى اقتصادها مبني بنسبة كبيرة إذا قلنا أمريكا نسبة مشاركة المؤسسة المصغرة في اقتصادها 40% تعتبر نسبة كبيرة باختلاف أسماءها يعني فيه ليسميها مؤسسة مصغرة فيه ليسميها مؤسسة عائلية يعني باختلاف تسميتها لكن هي دائما تبقى المؤسسة المصغرة جيد سيد الوزير الآن هذا الإسناد أكيد أول خطوة قمتم بها وهي عملية تقييم هذه المؤسسات التي كانت ضمن هذه الوكال الوكال الوطني تدعم وتشغيل أشب ما هو تقييمكم لهذه المؤسسات أين كان الخلل إن صح التعبير السيد الوزير مثل ما سابق القول يعني الخلل بالدرجة أولا قلت لك كان ما بين السنوات 2004 2008 2011 لأنه تخلق تكون تخلق وكالة لتكون عندها مقاربة اقتصادية ومن بعد لظروف ما يعني في سنة 2011 تغيرت أصبح الذات مقاربة اجتماعية يعني وين ولينا يعني تمولوا يعني كل الشباب يعني ما كانتش فيه دراسة يعني ريال مون دراسة المتطلبات السوق لأنه باش تخلق مؤسسة لما يجيك شاب يوضع عندك ميلف ونتتوافق له على الميلف يعني وتمولوا هذا هو الخطأ من كان لأننا كنا حابين نسكتوا الشباب في ام باريود لكن اليوم تغيرت الأمور لأنه اليوم المقاربة اقتصادية بالدرجة الأولى اليوم ما لازمش يكون من غير الممكن أنه نخلق مؤسسة من غير أنه يكون فيه طلب سيد الوزير مدامت حدث أن هناك الكثير من المشاريع كانت مشاريع فاشلة أو مفلسة لكن هذه المشاريع لن نتركها هكذا كيف سيتم احتواؤها سيد الوزير شوف بالنسبة للمؤسسات المتعثرة بالدرجة الأولى هذا هو شيء نحن دائما نساوبة لك فيه مؤسسات لي رأي نجحة وثاني لازم تسليط الضوء على هذه المؤسسات النجحة واللي رأي اليوم مؤسسات كبرى فيه مؤسسات متعثرة لكن تختلف بالنسبة للمؤسسات المتعثرة كي المؤسسات لي مزالت تحوز عنها العتاة التاحة وما قدرتش تستفاد من المشاريع إذا تحدثنا على المادة 87 من قانون السفقات اللي يمنح هذا الشباب بصفة حصرية 20% من لكومون بيبليك على أنها ما تطبقج في الميدان ما تطبقج عنا بعض المؤسسات المتعثرة في اللا بروديكشون يعني اللي يقوموا بالإنتاج بإنتاج مواد كي تعود كينو يجيان برودوي من الخارج برودوي ألجيريا يعني باش نكونوا صراحة لفرودوي اللي دائما يجينا من الخارج يكون دائما جودة تكون عالية جودة عالية مع سعر المتقارب مع سعر البروديو الألجيريان وهذه المستهلك هو الشيء اللي يحتاجوا من هذا في هذا الشيء ممكن نحن نعاون هذه المؤسسات ممكن نعاون نمولوها من أجل أنها تطور لمن تشتاحها ومن جهة القانون السفقات ممكن اليوم يعني رأنا في مشروع لأنه قمنا بواحد اللجنة على مستوى الوزارة أنشأنا لجنة فيها ممثلين من مختلف القطاعات اللي رأي تدرس كيفية كيفية إمكانية تقديم مشروع للحكومة من أجل اليوم نبدأ في تفعيل المادة 87 من قانون السفقات وكذا تفعيل المناولة مع المؤسسات المصغرة لكن بالنسبة لهذه النقطة الشيء الصعب الشيء الصعب لأنه إذا تحدثنا على برنامج برنامج الرئيس ولا توجيهات الرئيس في هذا السياق حتى المؤسسات اللي رأي متعثر إذا وجدناها ما زالت تحوز على عتادها ممكن إعادة تمويلها هذا الشيء لازم يكون لأنه أنا خلقت ما كانتش فيه دراسة يعني دراسة ميدانية صحيحة لمولت الشاب هذا واليوم أنا نشوفه في شباب ينادي يقول لك نحن ضحايا سياسة سياسة تشغيل فشلة نحن ما نقوله شرانا معك يا شاب في هذا الطرح والله ما نيش معك لكن قطيل الحلول لكن كل المعطيات تقول بللي عنده كين نسبة من صحة تعال تعالعمر هذا لكن اليوم كحكومة جديدة وورانا في الجزائر الجيدة نقدم لك الحلول يوني سورة 100% دوتروفيل الصوريش ونلقاه الحل والشاب يخدم ويسلك لو كريدي تتاعه إذا كان لازم يعاود يتمول يعاود يتمول وهذه هي الجزائر الجديدة لكن يبقى أن الأهم شيء كين نسبة من الشباب اللي بعت العتاد وغيرت النشاط يعني هذيك الأموال مستغلتاش لأغارات الشخصية ممكن يعني الوضعية تاعك إعادة دراستها وتمويلها بالنسبة للشباب اللي باع العتاد تاعه وغير النشاط ممكن عادي ما فيهاش مشكل لدينا مع الابونك مع الوكالة الوطنية مع يعني مختلف الإدارات يقعد أن المشكل وهو أكبر مشكل هو الناس اللي بعت العتاد بعت العتاد وحولت الأموال حتى في هذا في هذا السياق كين حل وهذا السياق الحل هذا اللي أنا نسرح اليوم مشتهتش فيها أنا شخصيا كوزير هذا الحل يقدمه سيد رئيس جمهورية يعني قال لك هذا الشباب ندير نقوم قال لك مكان الشاب جزيري حتى وغلط هذا وخاوتنا أولادنا غلط باع العتاد كلا دراهم ولا حولها إلى جهة من الجهات عنده حل واني قلت لك هذا الشيء مش حنا كوزارة حتى الوزارة معنا حتى اشتهت فيه لأنه الرئيس قال هذي الشباب نديروا نقوم بطابلون نديروا جدوى على مدة عشر سنوات إلى عشرين سنوات المهم يسلك الدين نفع من كلامك سيد الوزير أن كل الوضعيات قابلة للتسوية هكذا نعم لكن هناك بعض الأمثلة سيد الوزير والخاصة بلدين تراكمت عليهم الضرائب أو حتى ربما لديهم مشاكل قضائية كيف سيتم التعامل معهم سيد الوزير بالنسبة للمتابعات القضائية ستتوقف كل المتابعات القضائية تتوقف كل المتابعات القضائية ويعني كان فيه تعليمة قديمة من أجل توقيف المتابعات القضائية واليوم كل إنسان سيأخذ مسؤوليته لطبقها له الأجرين وليما طبقها سيحاسب يعني علاج أنت عندك تعليمة حاجة شيء واضح على تتبع في الشاب تتبع فيه قضائيا بالنسبة للنقطة الثانية تراكم الضرائب بالنسبة للتراكم الضرائب شوف إذا تحدثنا على إيجاد حلول الشباب عنا بالنسبة الجيبا يعني توسكي فيسكالي بارافيسكال كاسل نوسي كناس هذا الشيء كامل يعني الغرامة التأخير لازم تمحها بالترجة الأولى ورانا في إطار دراسة المشروع يعني كي نقدم النقاط إذا ممكن ترقع لها لوريستار للناس لم ينسلوا إليها للناس اللي ما فهمت ممكن يعني نعطيك تفصيلات أكثر في هذه النقطة في لوريستار جيد بدام أثرت هذه النقطة فنشرح في تفصيل فيها سيدة الوزير سمعنا أن أنساج سيعاد تسميتها إلى ريستار أو أن ريستار هو البرنامج الجديد بالتسمية الجديدة لهذه المؤسسة الآن أنت معنا اليوم حتى نوضح كل اللبس سيدة الوزير يعني وقع فيه لبس كبير مثل ما وقع لبس في وقت من الأوقات على الحاضينات على تسمية الحاضينات بالنسبة لوريستار لوريستار هي فكرة التي جاءتنا على مستوى الوزارة وحتى مع مختلف الشباب لوريستار إعادة بعث هذه المؤسسات المستغرة لوريستار هو برنامج وضعناه كل الجمعيات طرحنا عليهم كان فيه اجتماع مع الجمعيات الممثلة المؤسسات المستغرة قلنا لهم هاي الفكرة تعانا إعادة بعث المؤسسات خاصة منها الغرامات المترتبة على الدين صافيحنا دايما نقولوا الشاب لازم يسلك البرنسيبال تعلق ريدي بالنسبة لك كازنوس بالنسبة لجباية ممكن يعني نمحي غرامة تأخير والله لازم نلحق لهذه الدرجة فيه جمعيات اللي قال لك مسح الديون بالنسبة لبعض الحالات الخاصة الحالات اللي توفى أصحابها وحنا هذا الشيء ننضرسه فيه وسوف نطرحه على الحكومة لأنه أنك تكون وزير وتكون في حكومة يعني وفيه يعني نرى نشوفه باللي فيه تضامن حكومي كبير وفيه خاصة بالنسبة المؤسسة المصغرة يعني لمست تعاون من طرف يعني من طرف جميع الوزارة يعني جميع ممثلي الحكومة كلهم حابين هذه المؤسسة الصغيرة تنجح لأنهم رحين ينفعون سيبازع لها كامل ما كانش قطاع ما يحتاج المؤسسات المصغرة هذا الوبروجيرو ستارت هو إعادة البعث اللي بعثناه للملقوا لك الجمعيات وعطونا رايهم كان اللي قبلوا كان اللي ما قبلوه كان اللي قبلوا أفكار وأضافونا أفكار واستفدنا منهم ونشكرهم يعني من هذا المقام نشكرهم اليوم قلنا الجزائر الجديدة استراتيجية أنا شخصيا أقول هذه الاستراتيجية اللي لا ندير فيها من أجل إيجاد حلول اللونساج لازم كل يشارك فيها إذا أنا نسيت شيء ممكن يفكرني بهذا يا مدير الوكالة يا هذا الشاب لمثل المؤسسات بالتشاور يعني جميع جميع الفاعلين في هذا الميدان لازم كامل نخرجه بحل جيد سيد الوزير مدام تحدثت على هذه الديناميكية الجديدة كل ديناميكية لابد لها من مناخ حتى تتطور فيه الآن المؤسسة المصغرة حتى تخلق قيمة مضافة وحتى تكون لديها سلسلة قيمة يعني من شان دوفالور حتى على المناخ الذي يجب أن تتطور فيه هذه المؤسسة ما هو تصوركم للمناخ الأنجع حتى تحقق القيمة المضافة هذه المؤسسة نعم شوف في هذا الشق ممكن نجاوبك نجاوبك عن الشق الأول نعم سيون بول دي باسيف دايما نرجع وقلنا أكثر من 680 ألف مؤسسة لي فيها نسبة كبيرة من المؤسسات المسعثر في هذه لازم علينا نجد لها حل والحل الأمثل هو إيجاد مشاريع لهذا الشباب والله إيجاد أسواق بالنسبة لفروتويل ينتجوهم هذا الشباب بالنسبة للمؤسسات جديدة جديدة يعني إذا تحدثنا عن المؤسسات الجديدة لازم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ترجع لاميسيون تاحا إنيسيا اللي بدأت بها هي وكالة ذات بمقاربة اقتصادية بالدرجة الأولى لأنه لما تغيرت تغيرت يعني من مقاربة اقتصادية الاجتماعية سرى هذا هذا اللبس اللي رانا فيه اليوم الشاب قبل ما يستفاد قبل ما يستفاد من قرض لازم يتكون اجتيجيني نانجونيور من الجامعة الفوكي الباسبار نانكيوباتور والله الباسبار ضر مرافقة يعني فيه اتفاقية قريبا مع وزير التكوين والتعليم مهنيين نعم هذا التكوين واش رح يقوم بها رح نكون صاحب المؤسسة اللي رح تكون عنده شهادة ما قبل التأهيل شهادة ما قبل التأهيل هذه هي اللي رح تمكنه من أنه يستفاد من القرض وان بلوس يعني وبالزيادة رح تكون فيه دراسة على مستوى هذا دور المرافقة هذه هو أنه رح دور المرافقة هذه بالتعاون مع ممثلين كل القطاعات نعم نعم رح أن نخلق مؤسسات اللي رح المؤسسات اللي عندها الشي ي thy que is going to come behind يعني قيل كان بزوان كان بزوان كان بزوان كان حاجة قال أشغال العمومية عندها محتاجة مئة مؤسسات اللي تقوم بهذا بهذا الأمر رح يعني يستطني خلق مئة مؤسسات في ذلك القطاع سويفون redundant وكش كان بزوان ما نخلقه ما نخلق كما قلت لك الأخ، عنا اليوم شاب عنا شامير أعطينا له قرض، في المقاربة الأقديمة أعطينا له قرض، اليوم عنا شامير بطال دائن بطال ومديون يعني عنده وريالمون، كان دي بردوفامي كان الناس لتوفات بأمراض مزمينة كان الناس لسويسيدات ونعرفوهم، نعرف إخوة، نعرف إخوة كان الناس لسويسيدات ومن غير الممكن أن ننسى صديق لي إنسان نعرفه، شايفه سويسيدات لأنه خاف أن الوكالة الوطنية والبونكا جاءت سيزية تدلعاتها، وهذا إنسان من غير الممكن أن ننسى وهذا هو الميساج الذي يجب أن يفوت للشباب اليوم رأنا هنا، أنظر سيدو توفر بالتعاون معكم حتى يعني ستكون دعوة دعوة الأسبوع المقبل إن شاء الله تحدثت مع السيد المستشار المكلف بالمجتمع المدني لدى السيد الرئيس الجمهورية سنندعو هذه الجمعيات مع السيد المستشار السيد الرئيس الجمهورية وأنا نكون حاضر معهم من أجل إيجاد حلول، اليوم لازم الناس كامل تشارك، لازم اليوم لازم تكون مسؤولية موزعة علينا كامل ماش تقول لي وزير دليل الحل، لا أنا أجبهي سيد باش نلقى حلول، لكن انت ثاني لازم تكون هذه الديمقراطية التشاركية نتشاركه، اليوم كامل نتشاركه في أخذ القرار، لأنه ما نحن نتحثه على شخص ولا شخصي إذا تحدثت على صاحب مؤسساتك، تحدث على عائلة لأنه في بعض الأحيان سيد الوزير الشباب الذي لديه طموح بأن ينشئ مؤسسة مصغرة يقول لك ما هو الضمان؟ من يضمن لأنني سأتحصل على مشاريع خاصة مع القطاع العام سيد الوزير؟ هذا هو الشيء اللي يرى أن نتحثوا عليه لازم اليوم حناق كوزارة مكلفة بالحاضينات وعننا من المهام بتاعنا هي المؤسسات المصغرة، وخاصة للشباب المستفيد من وكالة القرض نعم، نحن من مهامنا لازم نلقاه مشاريع لهذا الشباب، لازم نقوم بكل ما هو مطلوب تعديل قانون السفقات لما لا إيجاد إيجاد أسواق سوى داخل ولا خارج الجزائر بالنسبة للمؤسسات المصغرة، نعم، يعني حتى الخارجية اليوم تقوم بواجبها يعني ممكن أن نجد أسواق المؤسسات الجزائرية لكن هذا سيكون بالتعاون وبالثقة، لأنه من غير الممكن أن نتعاملنا وياك وما تكون فيه ثقة لأن الثقة هي الأساس جيد، سيد الوزير هذه المؤسسات أكيد ستحتاج إلى تمويل بأي طريقة سيتم تمويلها، كنا تحدثتم منذ أسبوع حول صندوق خاص بتمويل هذه المشاريع، هل تم تفعيله فعلاً هذا الصندوق؟ إذا تحدثنا بالنسبة للصندوق هو مخصص، يعني نظم البيئية للأستغطاب، مؤسسات النشئة وكان فرق كبير ما بين المؤسسات المصغرة والمؤسسات النشئة بالنسبة للمؤسسات المصغرة هو بالدرجة الأولى هو التمويل تحت تمويل تقليدي يعني من طرف البنوك، يكون ثنائي ما بين الشاب والوكالة سبعين بالمئة على مأذن الشاب وثلاثين بالمئة الوكالة والله واحد وسبعين وثلاثين وتريونجولار اللي يكون مع البنك ومن الاقتراحات اللي قدموها الشباب خاصة ولاية الجنوب الجنوبية نعم ولاية الجنوب شفت بل الشباب متحمس كثير متحمس كثير للتمويل الإسلامي هذه هي النقطة التي أريدت أن أثيرها معكم سيد الوزن ما هو البديل لأنه تحدثت على الجنوب لكن كل الشباب ربما في كل الجمهورية حاولوا يتحروا لكي يبتعدوا عن الريبا لديهم مشاريع طموحة سيد الوزير لكن يقول لك أنا ما نستعملش الريبا هل لديكم حلول هذه الفئة؟ نعم إذا تحدثنا على التمويل الإسلامي لأنه شوف إذا تحدثنا على القيمة المادية يعني شاب بلونسة يدي مئة مليون يرجع مئة مليون لا تريد الدولة التي يتسلك فيها الخزينة العمومية لا يتسلكه الشاب يدي مئة لكن العقد في حد ذاته هذا هو الشيء اللي قال الشيء اللي كان بيني بين شباب دايما نقول لهم أكتد مئة تقلب مئة الحمد لله الشاب الجزائري أنا ديجون نالجيريا ونا عارفوا بعضنا بعض الشاب الجزائري على باله الشرويدي consid أنivat الفائدة اللي راح تعود بالبنك تكون كبيرة لا نقول deceل邪 حاساسة شريعي العقد صحيح واحنا مع الناش يعني مع الناش إحراج إذا كان الشاب يعني حاب تمويل إسلامي ونا ثاني أنا شخصيا يعني نحبذ تمويل إسلامي لأراه يا راح يرجع بالفائدة على الشاب والبنك على عكس يعني التمويلات التقليدية الله تثقل لك poses الخزينة العمومة جيد سيد الوزير نعرف جيدا أنه الآن فيه انفتاح اقتصادي والذهاب إلى الشراكة ما بين العموم والخاص أيضا تحدثنا على القطاع العام للقطاع الخاصة هناك آليات لتحفيز الخواص أصحاب الشركات الكبرى من أجلهم أيضا أن يوفروا الأرضية الملائمة لخلق مؤسسات مصغرة تعمل بشركة معهم شوف إذا حبينا أن المؤسسات الخواص تفتح الباب للمؤسسات المصغرة لازم علينا نخلق مؤسسات مصغرة لأنه الخاص ليس كما البيبليك ليس كما العمومي العمومي راح ممكن تكون فيه بعض مقاربة يعني اجتماعية ولا سياسية لازم عليك تخدم نسبة معينة من هذه المؤسسات أما الخاص لازم احنا كوزارة اليوم لازم على مستوى كل إطارات على الوزارة حتى الوكال الوطن لازم نخلق مؤسسات بعد ما يكون فيه تكوين بعد ما يكون لازم الشاب يفوت على على المراحل لأنه شي على قد المغنم على قد المغرم كما يقولوا على ما أظلوا للعكس لازم الشاب بالدرجة الأولى يكون المنتوج تتاعه ولا تكون تكون يعني في المستوى لأنه الخاص من غير الممكن أنه تقولوا لازم تخدم معاك تكون مغرية يعني تكون مغرية وهذا الشيء ممكن نقومه نقدر نوضع دي نورم نورم قال هاي باش نقدر نقول عليك مؤسسة مصغرة يبورفوار سات بريكاليفيكاسيون هذا الشيء هذا ما قبل تأهيل باش تكون عندك قال إذا قدرت تريكسبكتي هذا سوف يراك يعني أراك في الله نورم بالدرجة الأولى كنت سأتحدث معكم سيدة الوزير عن هذه قضية قضية ضمان الجودة شيء جميل أنك تخلق مؤسسة مصغرة لسد ثغرة ما حتى لا نذهب إلى الاستيراد لكن هذه المؤسسة المصغرة يجب أن تلتزم أيضا بجودة ونوعية الخدمة أو المنتوج سيدة الوزير نعم يعني نفس السؤال اللي طرحت لي من قبل بعيد عن مؤسسة المصغرة هنا في تلفزيون الجزائري تقوموا بتكوينات يعني في كل ستة شهر ولا كل سانات روحوا تدير تكوين نفس الشيء بالنسبة للمؤسسة الفوما تراجور هذا لنطر باريس لازم تحيين كل المعلومات اللي عندها اليوم مؤسسة عبل السيمواء لأنه اليوم أنا في عصر السرعة يعني كل شيء يتغير يتطور يعني بسرعة كبيرة وكاين فيه منافسة كبيرة فيه منافسة إذا تحدثنا عن برودوي لكل شيء يجينا من بلدان خاصة الصين وبعض البلدان أخرى يعني راح تلقى منتوجات بإنقالية عالية وبسعر مون خافضة لازم حتى المؤسسات تعنا تعمل بهذه الطريقة لأنه كاين المنافسة المنافسة ما أنا قدروش ندخلوا فيها يعني ذو بعيد على السؤالي طرحتوا لي عنا زوج مؤسسات مصغرة مستفادين اثنين من الانساش يعملوا يعملون نفس المنتوج واحد فيهم عنده منتوج ذو جودة عالية وسعر مون خافض والآخر عنده منتوج جودة متوسطة ونفس يعني تقل نفس السعر أو أقل أو أكثر بقليل من غير الممكن أن نقول للمستهلك نقول له شري من عند هذا برسكو هذا خونة لازم نعاونه هذه هي المقاربة الاجتماعية التي خلتنا من أجل هسرة وهذه المشاكل اليوم لازم تكون فيه منافسة منافسة ولكن هناك وزارة ثانية لازم نضمن حق المؤسسات هذه المصغرة في عدة كل القطاعات خاصة فيما يخص قانون سفقة العموية جيدا سيد الوزير نعرفه جيدا ولحظنا في الفترة هذه الأخيرة في جائحة كورونا العديد من المشاريع والعديد من الإبداعات إن صح التعبير إبداعات الشباب هل فيه تفكير للتوجه نحو الجامعة أو حتى مراكز التكوين المهني أين توجد هناك البحوث وتوجد هناك الأفكار التي يجب أن نقلمها مع الاحتياجات الاقتصادية نعم رح يكون فيها توجيه أن يقتلك هذا الشهادة الأبريكاليفيكاشوه رح تكون في إطار كان فيها اتفاقية مع يعني مشروع اتفاقية رح نمضيه الأيام مقبلة إن شاء الله في إطار مع التكوين المهني رح ينوجه حتى التكوين يكون موجه إذا وجهنا خلق المؤسسة يعني التكوين موجه قال أنا نحتاج في الميدان الميدان الفولاني رح نوجه مؤسسات تكوين المهني مستعد حتى السيدة الوزيرة يعني رأي رأي تقوم بواجبها كان لقاء مؤخرة مع السيدة الوزيرة يعني كان لقاء ربما فيه لقاء لنشرة الصحافة لكن فيه لقاءات اليومنا فيزيو كونفيرانس أنا نتحطي يوميا على مجتوى المكاتب وين لازم نتنقلو يعني لازم نتنقلو ويكون فيها شيء يعني بطريقة رسمية لكن نرى أنه في اتصال يومي اليوم إذا حبينا يكون عندنا مؤسسات قوية مؤسسات ممكن يعني تعيش يعني وتكون عندها ممكن يعني يكون عندها مستقبل في السوق لازم تكوين لازم تكوين بالدرجة الأولى والجامعة يعني وخاصة مراكز تكوين المهني يعني هي الأساس جيد سيد الوزير تحدثت عن نقطة مهمة جدا ربما مررنا عليها هكذا لكن هي نقطة مهمة جدا لنجاح مشروعكم وهي قضية التضامن القطاعي سيد الوزير ما بين القطاعات إذا تحدثنا على التضامن القطاعي يعني اليوم فيه تعاون ما بين كل القطاعات تعاون هذا تعاون رحي تجسد في الواقع لأنه نعطيك مثال اليوم كان عندنا لقاء مع السيد الوزير الموارد المائية وين جانا شاب عنده فكرة عنده فكرة يعني تصلت بالسيد الوزير ورغم أنه عنده أمور قلت له الشاب هذا جانا من ولاية بعيدة يعني لازم نستقبله هؤل المشروع التيعه وانتقلنا يعني مباشرة وكان فيه استقبال للشاب يعني حتى يعني ينفي بروبوزيسيون يعني يعني عجبهم المشروع يعني ما كانش هذا الإطار الرسمي هذا اللي ممكن لأنه في كثير من الأحيان هذا البروتوكول ممكن يعني ممكن يخلق عقدها يأخذ وقت والله يخلق عقدها نعم اليوم نحن نتضامن سيلم يجب أن نتضام البروتوكول اليوم يوجد البروتوكول الوقت يداهمنا كما يقولون الكورونا من جهة اليوم عنا شباب اللي قام بالواجب التاعوا كاملا يعني حتى العديد من الجمعيات اللي حدثون يا أنا شخصيا قالوا لي تمنين لو أنك تحدث إلا عن المؤسسات اللي رح تخلقها في المستقبل قال لك ثيقتنا كبيرة فيك ويعني داروا حتى في فيسبوك قال لك حنا تمنينا كنت حدث عجديد متحدث على الباصيف على الباصيف سي ولكنها تاريكة لابد منها سيد الوصف والله نقول لك حاجة أنا شخصيا ما نعتبرها تاريكة لأني نعتبرها بالدرجة الأمانة لأنه هذا الناس قلت لك مثلتهم وعملت معهم وكيف فرق اليوم أنا ممكن نتحدث على هذه النقطة لأنه اليوم الشاب ليس رقم ما نقول ميلة الفلاني والله عندي 680 ألف أنا نقول عندي 680 ألف عائلة والله رب عائلة والله ربت عائلة لازم نأخذهم من هذا من هذا سياق ولازم نصهروا باش نعاونوهم ونكونوا نحن نعاونوهم ومثاني لازم يعاونوا لدى نكوت نعم سيد الوزير من بين المشاكل والعرقين التي يلقاها الشاب الذي يريد أن تكون هذه مؤسسة مصغرة ويحن لما يكون يحظر في النموذج نموذج تعو دمني يقول لك من يمول هل يمكن أن تقومون بتمويل هذه النماذج سيد الوزير وهذا هو الدور تحت لفون هناك تتحدث على المؤسسات النشئة هذا الدور تعو بالدرجة الأولى هو الذي يمول كل الإجراءات الإدارية سيمولها ومن البروتوتيب لتخدم هذا هو الذي يمول لكن الآن نتحدث على المؤسسات النشئة على ستارتوب يعني نبعاد على المؤسسات المصغرة أنه كيف فرق كبير نعم سيد الوزير هل أنت متفائل أنه يمكن أن الآن في الجزيرة نخلق مؤسسة مثلا مليون دينار ثم بعد أسبوع وأسبوعين تصبح مؤسسة هذه غالية سيد الوزير كما نرى في الدول الأخرى نرى نتمنى أنه نحق أن التفاؤل يجب أن نكون كامل متفائلين وصح يجب أن التفاؤل ثاني يكون موجه أنا نتحدث أنا نقول لك برب إن شاء الله 90% من المؤسسات المصغرة نجدونها حلول حتى الشيء سيكون على معطايات علمية وصحيحها بالنسبة للمؤسسات النشئة سي توجون يعني سي توجون كدو دوني لوربروف يعني اليوم الشاب إذا استكلمنا على ستارتاب الشاب هو اللي لازم يجي يثبت يثبت نفسه ويدافع الفكرة التاعه لأنه كل المناخرة ومتوفر ليوم إلا إذا هو ما حبش لأنه في بعض الكثير من الأحيان باش نكون صادق مع الشباب يجيونا الشباب بأفكار لكن تلقى فكرة يعني كونسومة فكرة يعني يخل فيسبوك يشوفها والله يدخل الجوجل والله يشارش يلقى فكرة يقول لك عندي فكرة ومسجلها في اللي ناقه والله إذن هذا هذه السياسة الجديدة هي توجيه هذه المشاريع لازم نوجهها ونوجهها ونمرافقة بالدرجة الأولى لكن مرافقة على وزن الجزائر الجديدة إن شاء الله جيد بالتفاؤل وبالجزائر الجديدة نختم هذا اللقاء معكم سيد الوزير المنتد بالمكلف بالحاضنات سيد نسيم طيافات شكرا جزيلا لك وعلى الإفاظة وعلى رحبتي صدريكم الله يبارك فيك شكرا جزيلا الله يبارك فيك شكرا جزيلا بارك الله فيك سيد الوزير متواصلون دين معكم مشاهدين ضمن فقرات برنامج الجزائر اليوم إلى فقراتي الاقتصاد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أخبار الاقتصاد هذا الأربعام مع زميرة نيلة نوار نيلة مرحبا مرحبا سيد أحمد أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموعد الاقتصادية والبداية بقطاعي الصناعة والوجهة ولاية تيزيوزو فبعد إجراءات الحجر الصحي أمام تفشي جائحة كورونا يستأنف القطاع نشاطه تدريجيا حسب ما أكده مدير الصناعة والمناجم لولاية تيزيوزو سيد حامي طوش مولا لدى نزوده أمس ضيفا ببرنامج الساعة المحلي نستمع البانديمية هذه حقيقة لا خاصة المؤسسات الصغيرة جدا هذه عندها مشاكل نقول أنها حبست في الأيام لولين ولكن المؤسسات التي تختم أكثر من 25 عامل هذه لا حبستش في الحقيقة في البداية كانت تخدم بـ 20 و 25% والآن في الأيام القليلة القادمة بدأت تأخذ للرتمة العادي لها فقط أكثر من 50-60% وبدون شك في الأيام القليلة القادمة ستصل إلى الرتمة العادي لها العادي يعني 100% من العمل يحوز الدوان الوطني لتغذية الأنعام حاليا على مخزونة كافية من اللحوم البيضاء تقدر بحوالي 44 ألف قنطار من اللحوم البيضاء وسيتم الإفراج عن كمية منها بشكل تدريجي لتموين الأسواق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بتخصيص 61 نقطة بيع على مستوى 23 ولاية هذا وقد تمكن الدوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواج من تسويق نحو 29 ألف قنطار من اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان الماضي بسعر لا يتجوز 250 دينارا للكيروغرامي الوحد شرعت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز منذ بداية الأسبوع الجاري في عملية توزيع الفواتير على المشتركين بعد اعتماد تقنية التقدير الآلية في احتساب معدل استهلاك الكهرباء والغاز أثناء فترة الحجر الصحية حيث تترق مسؤول الأعلام بالشركة لدى نزوله ضيفا على برنامج هذا الصباح إلى كيفية احتساب حجم الاستهلاك نستمع فلاحيا من المتوقع تحقيق إنتاج يزيد عن 2.3 مليون قنطار من مختلف أنواع الحبوب بولاية الصيفة وذلك برسم حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم حيث تتوزع كمية الإنتاج المتوقعة بين القمح الصلب بأزيد من مليون وسبعمائة ألف قنطار والقمح اللين بمئة وستة وسبعين ألف قنطار بالإضافة إلى الشعير بحوالي ثمانمائة وستة وأربعين قنطار هذا وتستهدف حملة الحصاد والدرس الخاصة بالموسم الفلاحي الجاري مساحة إجمالية فوق 179 ألف هكتار تتمركز بنسبة 60% على مستوى المناطق الشمالية إلى الدهبي الأسود وفي أسعار رفض مستوى قياسي تسجله أسعار تدوى البراند اليوم بأربعين فاصل تلاتة وأربعين دولارا للبرنيل لأول برة منذ مارس الماضي إذن تصل أسعار النفط إلى عتبة أربعين دولارا للبرنيل بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسيين تخفيضات للإنتاج كما عزز التعافي في جائحة كورونا الطلب على الوقود يقول عبد المالك درحمون في هذا التقرير عودة سلم أسعار النفط إلى التعافي بعد ثلاثة أشهر من الاضطراب والركود يأتي في ظل توقعات موسومة بالحذر بدخول السوق النفطية الدولية مرحلة التعافي عقب التعديلات السريعة التي اتخذتها منظمة أوباك على الإنتاج في موجهة الاختلالات العامقة في السوق والتي بدأت في إظهار آثار إيجابية بإعادة التوازن التدريج للسوق النفطية وارتفعت العقود الآجلة لخام برانت تسليم شهر أوت بثمانية وسبعين سنة إلى أربعين فاصل خمسة وثلاثين دولار للبرميل عند بداية التعاملات الأسيوية من جهته ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6 دولار لبلغه أيضاً أعلى مستوى له منذ السادس من مارس الفارض كما يعود الارتفاع أيضاً حسب عديد المحللين لاستمرار التعافي في الصين التي انطلق منها وباء كورونا بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء بعد تخفيف إجراءات العزل لاحتواء جائحة كورونا فيما تتجه منظمة البلدان المصدرة للبيترولي أوباك ومنتجين كيبار من بينهم روسيا نحو تمديد تخفيضات انتاج طواعية بمقدار 9.7 برميل يومياً أو نحو 10% من الانتاج العالمي من جهة أخرى انخفض سعر الدهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم فيما قفزت الأسهم بفعل أمال في مزيد من التحفيز وتفاؤل اتجاه التعافي الاقتصادي مما أضعف الطلب على المعدن الأصفر ونزل السعر في التعاملات الفورية إلى 0.3% إلى 1721.86 دراراً للأوقية بعد أن كان قد تراجع أمس ونختم هذا الموعد الاقتصادي مشاهدنا بإطلالة على أسعار صرف الدينار الجزائري مقابل أهم العملات الأجنبية نهاية والموعد الاقتصادي شكراً لكم مشاهدين على كرم المتبعة في أمان الله هم الآن نعود إلى زميل سيد أحمد وتتمبت برنامج الجزائر اليوم شكراً لك زميلتي لينا ليلى نوار نلتقي في مواعيد أخرى بحول برنامج الجزائر اليوم متواصل وأخبار الرياضة مضمونة بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أخبار ورياضة اليوم مع زميل بلال بناري بلال مرحبا مساء الخير تحية لك زميل سيد أحمد ولجمهورنا الرياضية الكريم أخبارنا الرياضية نستهلها بالصحة حيث وجهت وزارة الشباب والرياضة مراسلة إلى مختلف الاتحادات الرياضية الجزائرية تتضمن منع رياضيها استعمال المكمل الغدائي إيدرو كسي كوت نظرا لخطورته على صحة مستهلكه من الرياضيين والذي قد يؤدي للموت في بعض الأحيان في أخبار كرة القدم أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أنها قررت مساعدة الأندية الجزائرية مرة أخرى على تسديد ديونها تجاه الفيفا وأوضحت الهيئة الفيدرالية بأن الأندية تعهدت بضعويد خزينة الفاف من حصتها من عائدات المشاركة في المنافسات الإفريقية أو حقوق البث التلفزي هذا وعلم التليفزيون الجزائري من مصادره أن الرابط المحترف لكرة القدم قدمت تسبيقا ماليا لكل الأندية الجزائرية المدانة على مستوى الفيفا من أجل تسوية ديونها تفاديا لعقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد قراراته الأخيرة ويتعلق الأمر بقضية كظالي مع مولودية وهران وتوري مع الفاق السطيف وانديا أخرى من المحترف الأول والثاني في سياق متصل اعتبر رئيسه واللجنة الطبية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم جمال دين دمرجيان أن فرادية عودة المنافسة الكروية المعلقة منذ شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا تبقى معقدة مؤكدا في ذات السياق على أهمية مواصلة تطبيق كل الإجراءات الوقائية حسب ما أعلنت عنه الهيئة الفيدرالية دائما مع أخبار كرة القدم أكد رئيس الرابط المحترف لكرة القدم عبد الكريم مدوار اليوم على ضرورة القيام باختبارات الكشف بصفة مكثفة لدى الأندياء قبل استئناف محتمل للبطولة المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا من جهة أخرى أرد رئيسه والرابط الوطنية استبعادة خلاف أو صراع مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي أصدرت بيان المساء الثلاثة لينكار نيتها في حل الرابط واستبدالها بلجنة الإدارة لإدارة بطولتين الرابطتين المحترفتين في صيغتها الجديدة وفي جديد قضية التسريب الصوتي من المنتظر أن يعلن عن العقوبات من قبل لجنة الانضباط تتابع للرابط الوطنية لكرة القدم فيما يخص هذه القضية في الساعات المقبلة إلى أخبار الأندية الجزائرية التي تستغل فترة التوقف المفروض بسبب الحجر الصحي في حل المشاكل العالقة لسيمة المالية منها وكد التحذير لسوق الانتقالات لانتداب لاعبين جدد يقول الزميل وليد غريبي مع توقف المنافسات بسبب الحجر الصحي الذي فرضه الوباء العالمي تواصل إدارة فريق شبيبة القبائل مساعيها لحل المشاكل المالية بسبب الضائقة التي تعرفها خزينة النادي حيث يدين اللاعبون بأجور ستة أشهر معربين عن رغبتهم بحسب التقارير الإعلامية في أن تجد الإدارة السهولة اللازمة لتزديد جزء من مستحقاتهم في انتظار انتعاش الخزينة بأموال الممولين ومنحة التأهل إلى دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا التي كان الرئيس ملال قد وعد بتسوية جميع المستحقات فور دخولها في سياق متصل وافق لاعب ملودية وهران على تخفيض أجورهم بنسبة خمسين في المئة مسؤول الحمراء تمكنوا في الأيام الأخيرة من إقناع خمسة عشر لاعبا بالتنازل عن نصف أجورهم المتضمنة في عقودهم تضامنا مع الفريق في الأزمة المالية التي يمر بها ومن الملودية الوهرانية إلى نظيرتها العاصمية حيث كشف تقرير صحفي أن إدارة العميد دخلت في مفاوضات مع الحارس السابق لوفاق السطيف والحالي لنادي ضمك السعودي مصطفى زغبة من أجل الانضمام إلى تشكيلة الفريق الموسم المقبل يأتي هذا في إطار مساعي مسؤولي ملودية الجزائر للتعاقد مع حارس مرمى يمتلك خبرة وتجربة لتدعيم التشكيل لنختم مع أخبار الجار اتحاد العاصمة الذي فندت إدارته ما وصفته بالشائعات والأخبار الكاذبة التي تم تداولها مؤخرا في قضية النادي الهاوي وإدارة الفريق هذه الأخيرة أكدت في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية للنادي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن القضية التي تعود لعدة سنوات لا تزال في العدالة لحد الآن موضحة أنها تتمحور حول مبلغ مالي يقدر بملياري سنتيم وليس 12 مليار وللعلم يضيف البيان أن القضية تحولت للعدالة قبل مجيء المالك الجديد وفي سياق متصلة كدى المدافع الدول الجزائري حسين بن عياد لايب شباب قسنطين اليوم أنه لم يوقع لأي فريق في الوقت الذي تردد اسمه كثيرا في أخبار الانتقالات طارة باقتبار رابعه من الاندمام إلى البطولة المصرية وطارة أخرى بالتوقيع لنادي الأهل السعودي بعض وسائل العلام أصبحت تتكلم باسمه وتتحدث عن تفاوض مع فرق محددة وأخرى تقرب انتقال إلى فريق معين وأضاف أرغب في التأكيد أنني لم أوقع حتى الآن مع أي فريق ولم أتفاوض مع أي ناد وكل ما يتم تداوله مجرد إشاعات في كرة اليد بعد الغاية النسخة السادسة وثلاثين جدد الاتحاد الإفريقية ثقة في الجزائر ومنحها شرفا تنظيم النسخة السابعة والثلاثين من البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكاسة المقررة ما بين الحادي وثلاثين هو التاسع مارس والتاسع أفريل القادم النسخة الملغية كانت مقررة بالجزائر شهر أفريل الماضي أسفر اجتماع وعضاء الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على الموافق على السيناء في التصفيات المشتركة المؤهلة لدورتين كاس العالم الفين واثنين وعشرين وكاس إفريقيا أو إسيا الفين وثلاثة وعشرين في أكتوبر المقبل وكانت التصفيات المشتركة المؤهلة للبطولتين توقفت بسبب أزمة كورونا وأوضحت صحيفة الريادية السعودية أنه من المنتظر اعتماد المقترح خلال الاجتماع الذي يجمع لجنة المسابقات في الاتحاد القاري ومجلس إدارة الاتحاد نفسه في الخامس عشر جوان الجاري طلب الاتحاد الأوروبي لكورة القدم من أتليتيكو مادريدا لإسباني استضافة نهاي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على ملعب واندا ميترو بوليطانو وفقا لتقرير صحفي وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن مسؤولية أييفا يرون أن ملعب الأتليتي هو الأنسب لاستضافة نهاي بعدما ظهر بشكل رائع في نسخة العام الماضي ومن المقررين يقرر الاتحاد الأوروبي في هوية الملعب الذي سيستضيف نهاي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في السابع وعشر من هذا الشهر بعد أن كان مقررا بملعب إسطنبول التركية ثم تحددت تقاريره إعلامية عن نقله لملعب لشبونة البرتغالية أعلن الاتحاد الألماني لكورة القدم اليوم قرره بشأن احتجاج اللاعبين في مباريات البوندس لنجلد باخ إلى الدوري البرتغالي الآن الذي يستنف نشاطه اليوم بإجراء مباريات الجولة الخامسة والعشرين من هذا الدوري والذي توقف شأنه شأن الدوريات الأخرى وفي برنامجي اليوم بورتيم مونونس يلعب مع جيل فيسانتي ونادي فما ليكاو استقبل نادي أفسي بورتو والذي أعلن مدربه سيرجيو كونسي ساو في ندوة صحفية بأنه غير راضي على استئناف الدوري البرتغالي بعد فترة التوقف التي عرفتها البطولة البرتغالية وكذا تأثير هذا الاستئناف على صحة اللاعبين الذين لم يتدربوا منذ مدة الدولية البرتغالي السابق يتصدر ترتيب البطولة البرتغالية رفقة أفسي بورتو بستين نقطة إلى بولغاريا الآن تقرر استئناف مسابقاتي بطولة الدرجتين الأولى والثانية لكرة القادم يوم الجمعة بحضور الجماهير وذلك بعد فترة التوقف بسبب كوفيد-19 كما أعلنت رابط الدوري المحترفين لأسكتلندي اليوم أن موسم 2020-2021 سينطلق في شهر أوت القادم بعدما أوقفت الدوري في هذا الموسم وتوجت نادي سلتك للمرة التاسعة بلقبية الدوري قبل أيام عن استيناف الدوري لإسباني نشاطه أعلن نادي الملكيريا المدريد عن لعب بقية مباريات هذا الموسم على ملعب التدريبات الفريدو دي ستيفانو بسبب الأشغال الجارية بملعب سانتياغو بيرنابيو تقول الزميلة ليلى بن فرحات بعد كل ما قيل عن الفريق الأيقون للدوري الإسباني وعن إمكانية مغادرته لمهده لاستقبال منافسيه بملعب التدريبات وبدون جمهور عاد من جديد الحديث عن إمكانية بقاء النادي الملكي بإستاديو بيرنابيو سانتياغو لينزل بعدها الخبر كالصاعق على محبيا النادي وهذا بعد ترسيم مغادرته للملعب مجددا في الأخير ريال مادريدا الإسباني ثاني ترتيب لليغا الإسبانية والمتعود على أرضية بيرنابيو التي يفتخر بها كل ما استقبل منافسيه وعلى رأسهم بارشلونة سيلعب رسميا الخمس جوالات الأخيرة المتبقية بدون محبيه وعلى أرضية التدريبات خبرنا كده رئيس النادي فلورنتينو بيريز مضيفا أن إتمام أشغال الملعب بات أكثر من ضروري في ظل يزمة كوفيد-19 مع التذكير أن لليغا ستعاود الانطلاق بداية من الأسبوع المقبل أين سيستقبل ريال مادريد نادي إيبار ويواجه بارشلونة نادي مايوركا الإسبانية الريال سيواجه في السنة في اللاليغا نادي إيبار أما أخبار الغريم التقليدي نادي بارشلونة الذي يواصلوا التدريبات تحذيرا لمواجهة الريال مايوركا فتدرب اليوم النادي الكتالاني في غياب نجمه ليوني الميسي الذي لم يشارك في الحصة التدريبية الجماعية واكتفى بحصة في القاعة في وقت راجت فيه أخبار عن إصابة ميسي وترك العديد من التساولات ولكنه تدرب منفردا ولا إصابة لا بكوفيد ولا إصابة عضلية في اختصاص آخر من الرياضات وهو سكاي بورد ناجت الرياضية سكاي براون من موت حقيقي بعد سقوطها في حصة تدريبية التفاصيل مع الزميل واهب بالحوة كاد هذا الحادث أن ينهي مسيرة سكاي براون الرياضية في اختصاص سكيت بورد وبالتالي عدم تمثيل بريطانيا العظمى في الألعاب الأولمبية القادمة للشباب لولا التكفل الاستعجالي الذي حظيت به بعد الإصابة الخطيرة خلال حصة التدريبية على مستوى الرأس والمرفق صحبة سكاي صرحت في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تعرضت إلى أخطر حادث في حياتها الرياضية مطمئنة الجمهور على تعافيها في الأيام القليلة القادمة سكاي تعد مفخرة بريطانيا في هذا الاختصاص ويتنبأ لها الجميع بمستقبل واعد خاصة وأنها في مقتبل العمر وتتمتع بإمكانيات وخبرة مقارنة بقارناتها ريالة خطيرة تتطلب دقة في الأداء في ريالة الفورميلا وان للسيارة تكد الرئيس والتنفيذ لذاتي البطولة أنه لن يتم إلغاء أي سباق في حالة إصابة أحد السائقين بفيروس كوفيد 19 هذا وقد نشرت الهيئة المنظمة لبطولة الفورميلا وان جدولا مبدئيا من ثمانية سباقات وفق مخطط يتضمن إقامة سباق في كل من حلبة ريدبول وسيلفرستون خلال جوان وجويليا القادمين على أن تكون حلبات السباق خالية من الجمعار وفقا لإجراءات اللازمة التي دعت لها ذات الهيئة نبقى مع الرياضات الميكانيكية وبالضبط اختصاص الموتو جي بي غادرنا أمس كارلو أوبايلي عن عمر النهزة 90 سنة طاركا وراءه مسيرة حافلة بلا القاب والإنجازات ورقا مع الزمين العمر جمع الدراج الأمن هكذا لقب الإيطالي كارلو أوبيالي صاحب التسعة ألقاب عالمية في سباق الدراجات النارية ستة ألقاب عالمية لفئة 125 سنتمتر وتلات مرات بطل للعالم في 250 سنتمتر غادرنا في التانجوان من هذه السنة عن عمر 90 سنة كارلو أوبيالي توج بجميع ألقابه العالمية على مقود الماكينات الإيطالية الشهيرة إن في أوغوستا وهو الفريق الذي تألق معه أوغستين ولد أوبيالي في بيرغامو شمال إيطاليا وحقق أيضا العديد من الانتصارات في كأس السياحة الشهيرة التي أقيمت في حلبة جزيرة مان ليحتل بذلك كارلو المركز الثالث على لائحة الدراجين الأكثر تتويجا ببطولات العالم بالتساوي مع البريطاني مايك وفالونتينو روسي عرف أوبيالي بقيادته الآمنة لأنه لم يتعرض لأي إصابة في كل السباقات ومع ذلك اعتزل في عام 1960 عن عمر 31 سنة البطل العالمي كارلو أوبيالي غادرنا للأبد تاركا وراءه سجلا حافلا بالألقاب ويكون آخر دراج كان لا يزال على قيد الحياة شارك في النسخة الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية عام 1949 لديه بيع طويل مع الدراجة النارية يا عمر لان إلى آخر فقرة جمهورنا الريادية الكريم في أخبارنا الريادية كما عودناكم نصطالجيا تعودوا بنا إلى نهاية كاس الجمهورية لكرة السلة سنة 77 نهاية متير بين نصر حسين داي وفريق الدرك الوطني مباراة علق عليها العيد ذكر نعود ونستحضرها في أماتي اللحظات وفريق نصر الملاحة كذلك قلت فريق نصر الملاحة كذلك اللي حصل على الكأس في القرى الطائرة يحاول بدوره ولم لا يضم كأس أخرى من الكؤوس اللي يسعى للفصول عليها هذا العام براف مصطفى نحيط نافعي كايس نافعي اللعب المرن اللعب الذكي 71 79 لصالح الدرك نافعي يسجل طريقة ذكية تشوفوا الإعادة في التنفيذ كايس 98 97 النتيجة متعادلة مرة أخرى 98 98 بركة زوجو وزوجو قطر من بركة ذنب 100 مقابل 98 خطأ ضد كايس لأنه مشاب الكورة زغبي وتنتهي وتنتهي المقابلة ورحمة 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 تنتهي ورحمة ورحمة نهاية نصالح الملاحة حقيقة أنه هذا الانتصار كان انتصار صعب كثير ولم يستطع هذا مباراة موثيرة والسيسبانس يستمر إلى غاية اللحظات وكانت سلة فيصل بركة هي الفاصل في اللحظات الأخيرة وانتهت النتيجة لمصلحة نصر حسين بمئة لـ 98 نقطة وكانت أول مباراة لحكم محمد بوفنيك واحتضنتها القاعة البيضوية للمركبة الأولمبي محمد بودياف وكعميد الحكام الدوليين العالميين وحمد بوفنيك تحياتنا تفيق دربال وكانت آخر الصور التي بحوزتنا سيد أحمد دنتا ربما لا تستمتع بكرة القدم في غياب الجمهور ونضم صوتنا لصوت المدرب في سي بورتو سيرجيو كونسيسا الذي قال ملعب من دون جمهور وملعب حزن جدا أكد كلامه أيضا حارس عارين الباييرن إيمانيال نيوير لما قال أن المباراة دون جمهور مباراة ثقيلة جدا وكانها أكثر من 90 دقيقة زميل بيلال ثقافتك الريادية رائعة سيد أحمد شكرا لكم أيها السادة والسيدات جمهورنا الريادية الكريم على حسن الإصغاء والمتابعة بقوا في بيوتكم والعودة لزميل سيد أحمد شكرا لك زميل بيلال بناري بأخبار الريادة نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج الجزائر اليوم نلتقي غدا بحول الله ويلقاكم زميل سعيد طبال بيلة من الساعة السادسة دائما على الجزائر الإخبارية الثالثة سلام اشتركوا في القناة